تابعي شاشة قناة النادي الالي في كل مكان مرحلة مهمة جدا يا محمد ومرحلة صعبة جدا في ظروف صعبة بيعيش النادي الالي وغيابات كتير جدا لكن خليني أنقل لك كل الكواليس وخليني أكد لك على حاجة كده إن شاء الله في نهاية تقرير معك هيكون معنا مفاجأة صرة جدا لكل جماهير النادي الالي هعلينها من خلالك ومن خلال قناة النادي الالي خليني أطمنك على حالة الفريق طبعا يا محمد بعد الانتهاء يعني فوزي الالي على فريق قد بيرامة زبادفين مقابل هدف في مباراة الدور ربع النهائي لكأس مصر نسخة العام الماضي أغلق النادي الالي هذه الصفحة وبدأ صفحة الدوري المصري والمرحلة الصعبة ومواجهة فريق سموحة في الأسبوع الثالث والعشرين خليني أكد على صعوبة المباراة مواجهة صعبة جدا كابتن سيد يعني قال لي مباراة صعبة جدا وفريق محترم فريق سموحة ودايما مباراته مع النادي الالي مباراة من المباراة اللي تبقى صعبة جدا في مشوار النادي الالي في الدوري طبعا مجموعة من الغيابات غابت عن النادي الالي في الفترة الأخيرة مؤخرا كانت في لقاء بيرامدز كان مؤخرا أيضا يعني علي معلول اللي كان الجهاز الطبي فضل يعني قرحته من مباراة بيرامدز نظر العمل لعدم اجتمال الجهازيات الطبية لكن خليني بقى أقولك النهاردة الكواليس طبعا التدريب انطلق في تمام الساعة الرابعة والنصف قبل المران كانت محاضرة للكابتن سامي أمصان مع اللعبين طبعا شكر اللعبين على أداءهم في المباراة الأخيرة مباراة بيرامدز طبعا يتكلم على تفاصيل خاصة بفريق سموحة وعرض مجموعة من الفيديوهات طبعا محلل الأداء الموجود مع الكابتن سامي أمصان هو عمر روجي طبعا بعض المجموآت والمباراة الخاصة بفريق سموحة في الفترة الأخيرة كابتن سامي أمصان يتكلم على اللعبين على ضرورة إنجازة زي المرحلة تحقيق انتصار إن شاء الله على فريق سموحة ثم عندنا مباراة بترجيت ثم مباراة الجونة مرحلة صعبة جدا عقب المحاضرة محمد انطلق المران وخليني بقى يعني أبشارك وأكد لك النهاردة عمر السلية بيعود للتدريبات طبعا بعد الراحل اللي حصل عليها بالأمس علي معلول النهاردة موجود في التدريب وجاز بقوة إن شاء الله لمباراة سموحة أيضا عودة حسين الشحات عودة حمد فتحي عودة أيمن أشرف عناصر مهمة جدا محمد بيستعدها النادي الآلي قبل مواجهة فريق سموحة موجودين في التدريب اللي عبا بتشارك بصورة أكثر من رعا بطمنك بطمن كل جماهير النادي الآلي طبعا هتبقى أحمد عبدالقادر اللي لسه فيه البرنامج التأيلي وأيضا محمود وحيد اللي كان أصيب مؤخرا في مباراة بيرامز بسيسناء يعني عبدالقادر أو محمود وحيد زي ما طمنتك محمد على حمد فتحي على السلية على علي معلول على حسين الشحات على أيمن أشرف كل اللاعبين أيضا مجموعة اللاعبين الناشئين الموجودين أحمد سيد عبدالنبي الزهير الأيمن محمد أشرف مع زياد طاري طبعا محمد نبيل كوك اللي مش عايز أقول لناشئين خلاص أصبحوا موجودين على مصاف الفريق الأول أو خلاص زي ما الكابتن سيد في اللقاء الأخير قال خلاص احنا بنعتبرهم ومسئوليتهم من مسئولية اللاعبين الكبار في هذه الأسناعة محمد الكابتن محمود الخطيب موجود في أرض الملعب في رسائل دعم ومساندة ومؤذرة للعبين الجميع بيأكد على هذه المرحلة مرحلة مباراة سموحة والمرحلة تباعا أمام فريق بيتروجيت وأمام فريق الجونة إن شاء الله بطمنك محمد بطمنك على كل الأمور الخاصة باستعداد الفريق لحظات هينتهي المران ومن ثم هينطلق الفريق إلى الأسكندرية لدخول في معسكر استعدادا لمباراة سموحة بإذن الله طال ترجمة نانسي قنقر